الطاقة العامة لك عزيزي الحوت أنت في وضع طيب القلب في هذه الفترة أنت مستعدل بداية جديدة أنت احتمال في وقت توفيق من الله ونجاح وبداية جديدة بداية مالية جديدة أنت تحاول أن تبدأ في مشروع جديد في عمل جديد وأنت موفق من الله بإذن الله أنت في طاقة أنت جدا طيب القلب وإنسان متسامح طيب وربما حصل بينك وبين أيضا هذا الحبيب زعل وخصان وأنت تريد أن تعيد هذه العلاقة وتقدم له هدية أو كلام جميل أو أي شيء أنت تريد أن تصلح ما بينك وبين هذا الشخص الحبيب هو لا يدي لك في هذه الفترة أي مشاعر هو يظهر لك الجدية والاعتمام بأموره فقط ربما كان بينكما طرف ثالث من قبل هذا الحبيب وأنت طيب القلب ولا تعلم ما حصل من هذا الحبيب ربما كان متباعد عنك في هذه الفترة ولا يظهر لك أي مشاعر حب وأنت تحبه لدرجة كبيرة وتحاول أن تريد أن تقدم له أيضا عرضا ومصالحة وكلام ولكن هذا الشخص أنت تراه بأنه متباعد ولا يبدي لك أي اهتمام ربما يكون مهتم بنجاحه العمل في هذه الفترة الحبيب قد حصلت عنده تغييرات جذرية أثرت على حياته ربما هو حاول أن يريد أن ينهي يترك الماضي بالماضي ويبدأ بداية جديدة بداية تأسيس لعائلة وأفراح وبداية هو في وضع على الأغلب وفي وضع زواج في وضع زواج ربما أنت تحب هذا الشخص وهو في علاقة زواج أو ربما كنت أنت وهذا الشخص متباعدين وهذا الشخص أنت وهو في زواج حصل بينكم خلاف بسيط وتريد أن تقدم له مصالحة لنأخذ نصائح من الرومانس أنجل تقول لك هذه البطاقة شعور رومانسي بينك وبين هذا الشخص شعور رومانسي ومشاعرك أنت وهذا الشخص حقيقية وتستحق الاكتشاف إذن أنت تحب هذا الشخص وبرز معنا في الطاقة العام ما ظهر معنا بأنك أنت تحب جدا هذا الشخص هذه البطاقة تقول لك بدعائك ستجذب ما تتمناه لنفسك ففقط ادعي من الله وأنت ستحصل على الشيء الذي تريده هذه البطاقة جدا جميلة وهذه البطاقة تدعو لك بالتفاعل أنت في طاقة جميلة جدا أنت طيب القلب جدا وفاتح قلبك للمصالحة والحب في هذه الفترة ربما كان هذا الشخص وأنت يظهر بأنك أنت أصغر سنة من هذا الشخص كما يظهر بي ليس شرطا ولكن احتمال هذه البطاقة تقول لك افتح قلبك للحب حب نفسك حب الله حب الناس حب الطبيعة يا إلهي هذه البطاقة ظهرت لي هذه القراءة الثالثة التي تظهر لي عالتوالي هذه القراءة وأنا أخلط الورق جيدا وأسحب من الوسط يظهر بأنك أنت بحاجة إلى أن تحب نفسك قبل أن تحب الآخرين يظهر لي بأنك أيضا بأنك طيب القلب جدا وتعطي مشاعر فياضة للأشخاص وعلى حساب نفسك فتدعوك هذه البطاقة بأن تحب نفسك وليس الحب بأنك تحب فقط نفسك حب الله حب الناس حب الطبيعة فأنت تفتح بذلك الطاقات الإيجابية للدخول إلى حياتك هذه تقول لك حافظ على أموالك ولا تنفقها إلا على أشياء تستحق ذلك ربما كنت تنفق بشكل مصرف على هذا الشخص أو على شيء في حياتك ربما إذا ذهبت إلى السوق ممكن تصرف أو إذا خرجت بنوزها ممكن أن تكون مصرفي هذه الفترة فتدعوك هذه البطاقة للمحافظة على أموالك وهذه المشاعرك تقول لك بأنك مشاعرك حقيقية وتستحق الاكتشاف ولكن هذا الحبيب في وضع متباعد قليلا لنرحل فقطك لهذه القراءة أنت في طاقة خسارة تشعر بأنك قد خسرت هذا الشخص ربما كما قلت كنت في علاقة وأنت تشعر بأن هذا الشخص قد تركك وذهب وأنت تشعر بالخسارة ربما كان نقاش بينك وبين هذا الشخص خلاف على شيء وأنت عنيد وهو عنيد متمسك برأيه وأنت تمسكت برأيك وكلاكما قد خسرتما هذه المعركة هذه المشاكل بسبب هذه المشاكل قد خسرتما بعضكما وأنت في هذه الطاقة طاقة العند والتمسك في الرأي ولا تريد أن تضع نفسك بموضع الخسارة أنت تريد أن تكون أنت المنتصر بأي شكل من الأشكال لا تريد أن تقلل من قيمتك أنت تصر على رأيك وبأنك كنت على حق وهو كان المخطئ في حقك وتعدعوك هذه البطاقة إذا كانت هذه المشاكل بينكم وبالفعل هذا الشخص قد أخطأ في حقك فتقول لك هذه البطاقة حب نفسك لا ضرب أن تحب نفسك وتعطي قيمة لنفسك فأنت إنسان طيب جدا وظهر لنا في الطاقة العامة هكذا الحبيب يبدو بأنه قد أغلق هذه العلاقة بينك وبينه أو بأنه يريد أن يكون في بداية جديدة معك أو مع شخص آخر أو ربما هذا الشخص في عالم آخر غير عالمك ربما مختلف عنك بالجنسية بالبلد بالوضع الاجتماعي بأي شيء ربما هذا الشخص بعيد عنك بعيد عنك بالمسافة أنت ببلد وهو ببلد أو ربما في الجنسية في أي شيء إذن هناك في اختلافات بينك وبين هذا الشخص وهذه هي طاقته ربما كان في هذه الفترة في بدايات جديدة مشاعرك باتجاه هذا الشخص أنت معجب به لدرجة كبيرة أنت تشعر بشغف وانجذاب عالي جدا لهذا الشخص أنت تحبه وتراه الطاقة ترى فيه الطاقة ترى فيه الحماس الانجذاب احتمال بأنه يكون هذا الشخص قد معصبي متسرّا ولكنك أنت منجذب إلى هذا الشخص بطريقة كبيرة هذه هي مشاعرك والحبيب هو متعب جدا هو يشعر بالتعب ويشعر بأنه احتمال بأنك أنت قد أغلقت عليه التواصل وهو لا يراك في هذه الفترة أو ربما هو مبتعد عنك ولا يريد أن يراك في هذه الفترة ولكنه حزين على فراقك جدا ولا يستطيع أن يتحمل أكثر من ذلك ربما أنت أجبرته على على أخذ هذه الخطوة بأنه لا يراك ربما أغلقت كما قلت التواصل بينك وبينه أو ربما هو خجل منك لسبب معين لا يريد أن يريك وجهه ولا يريد أن يكون معك يتكلم معك هو متعب جدا في هذه الفترة يرى بأن بأنك قد أنهيت العلاقة قد أنهيت كل شيء بينكما قد حكمت عليه وأنهيت كل شيء بينكما هكذا يراك نوايا هذا الحبيب في هذه الفترة التباعد هو يريد أن يكون معك متواصل فقط بالروح يتواصل معك روحيا يكون متباد يحاول أن يأخذ شيء جديد في حياته تفكير جديد خطوة جديدة في حياته تفكير روحاني تفكير بينه وبين نفسه ماذا يريد أن يعمل ولكنه يريد أن يتباعد في هذه الفترة لا ينوي أبدا أن يتكلم معك في هذه الفترة هو فقط يتواصل معك في الروح فقط خطوته القادمة خطوته القادمة ليست جميلة إذا كانت هناك بينكم علاقة حميمية من قبل فهو يريد أن يأتي إليك لهذا الغرف فقط هذه الخطوة القادمة وهو هذه العلاقة في هذه الفترة يبدو بأنها ستبقى أحد منكم مسيطرة على هذه العلاقة ستبقى بها سيطرة سيبقى بها سيطرة كما قلت هو يريد أن يكون متباعد يتباعد في هذه الفترة عنك ويكون وحيدا هو يريد أن يعيش بحرية هو يريد أن يعيش وحدي في هذه الفترة هذه تقطك وهذه تقطه أنت تريد أن تصالحه وهو عنده نوع من هذا الشيء ولكنه يريد أن يعيش لوحده لحريته ربما أنت كنت في تحاسبه كثيرا وهذا الشخص يعشق بأن يكون حرا يكون لوحده يحب أن يكون معك يحب أن يصالحك يحب أن يبدأ ولكنه يريد أن يكون حرا هذه خطوته القادمة كما قلت بأنه سوف يريد احتمال بأنه سيأتي إليك لسبب رغاية في نفسه أو بأنه يريد أن يبقي نفسه مسيطر على نفسه وطاقة الغضب لا ينساها لا يريد أن ينسى بأنه قد غضب منك وقد حصل بينكم أي شيء أو يريد بأنه أيضا يهتم بعمله احتمال نأخذها بالمعنى الإيجابي يهتم بعمله يهتم بنجاحه لكي ينساك في هذه الفترة لأنه جدا أيضا متعلق بك وعنده حزن شديد على فراغك هو يريد فقط هو أخذ القرار بالابتعاد ولكنه ما زال متبسك بك احتمال كبير بأنه جدت علاقة ثلاثية بينكما وهذا السبب بالانفصال هو يريد أن يشغل نفسه بالعمل في هذه الفترة أو يشغل نفسه بعلاقات أخرى يريد أن يبدأ دورة جديدة في حياتي علاقة جديدة في حياتي احتمال نتيجة نتيجة هذه القراءة أو مصير هذه العلاقة كما قلت أحد سيسيطر على هذه العلاقة سيبقى هناك سيطرة على هذه العلاقة سيكون بتواصل بينكم سيكون تواصل عن طريق الانترنيت سيكون كلام كثير عن طريق الانترنيت وهذه الورقتين تقول لنا هكذا ولكن سيكون كلام غضب وكلام كثير كثير ومعاتب بينك وبينه وأنت بيدك وبيده سيظل أحدكم مسيطر على هذه العلاقة إما هو أو أنت ولكن هذه البطاقة تقول لك افتح قلبك للحب وحب نفسك لا تتنازل أعطي قيمة لنفسك وهذه أنت مشاعرك باتجاه هذا الشخص أنت مشاعرك جميل جدا أنت تحبه بطريقة أكبر ما هو يحب يبدو هذا وإذا كنت تريد أن تكون مع هذا الشخص حصرا هذا الشخص وإذا كان هو مسيطر تتقبل منه لا ضرر في ذلك إذا تقبلت منه إذا كنت تحبه فهو سيسيطر على هذه العلاقة ولكن أنت ستخسر حب نفسك أنت بهذه الطريقة تبديه على نفسك وهنا أنت بيدك تنهي هذه العلاقة بهذا الكلام عن طريق هذا الكلام إما بأن تنهي هذه العلاقة تغلب بها إلى الأبد أو بأن تفتح هذه العلاقة تفتح لها مخرجة وبداية جديدة وهذا الأمر كله متوقف عليك هذه متوقف على رأيك أنت حسب قرارك أنت وهذه البطاقة تدعوك بأن تهتم باستقرارك المادي واستقرارك العائلي فأنت مرتاح ماديا مرتاح في عائلة في وضع رفاهية في وضع استقرار حافظ على أموالك وهذه البطاقة تقول لك حافظ على أموالك ولا تنفقها إلا على أشياء استحق ذلك فإذا كنت تنفق أموال على هذا الشخص لا تبديه على نفسك إذا كان يريد أن يرجع بهدف ما بهدف جنس أو بهدف مال لا تعطيه ما يريد حب نفسك ولا تنفق أموالك إلا على من يستحق منك هذا حب نفسك بالأول وحافظ على استقرارك المادي والأسري وأنت تقول لك كما قلت أنت تحب هذا الشخص وادعي من الله ما تريد إذا كنت تريد هذا الشخص أن يتحسن ويتغير ادعي من الله أن يتحسن ويتغير ويكون معك إلى الأفضل وأنت بدعائك ستجذب ما تريد بإذن الله شكرا لكم أعزائي على هذه المتابعة وأرجو أن أراكم بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر